تطور خطير لمسار الانتشار السريع لفيروس كورونا في العراق نتيجة التزايد المستمر بأعداد الإصابات خلال الأسابيع الماضية أدخلت البلاد للمستوى الثالث من الانتشار للجائحة الواقع الصحي في العراق ورغم جهود الجيش الأبيض والمراكز الصحية أصبح غير قادر على استيعاب الأعداد الكبيرة من الإصابات حيث دعت خلية الأزمة النيابية وزارة الصحة إلى تغيير استراتيجيات مواجهة الجائحة كون الخطط القديمة والاستراتيجيات الموضوعة سواء كانت العلمية أو الإدارية باتت غير مجدية ولا تتناسب مع حجم الخطر المحيط بالعراق التوجه النيابي وضع في أول اهتماماته خلال المرحلة الراهنة مطالبة الحكومة بدعم وإسناد وزارة الصحة بالأمور اللوجستية سواء بالأموال أو الصلاحيات لتمكينها من أداء مهامها ورفض جميع الدوائر الصحية في بغداد والمحافظات بالمستلزمات الطبية خاصة تلك المتعلقة بحماية الكوادر الطبية التي تتزايد أعداد الإصابات بينهم كونهم الخط الأول في مواجهة الوباء جهات صحية وحكومية أكدت أن الحل الأمثل علميا هو إجراء الحظر الشامل الإجباري لمدة أربعة عشر يوما على أن يتم تشكيل لجان مشتركة من قوات الجيش والشرطة والعمليات المشتركة وتوزيعها على العاصمة بغداد والمحافظات لتطبيق الحظر بشكل صارم ويبقى توفر الإرادة الشعبية في التغلب على الوباء هو الحد الفاصل في هذه المعركة إرادة ترتكز على وعي المواطن بحجم الخطر وتضافر الجهود الحكومية وتصغير كافة إمكانات الدولة لإخراج العراق من هذه الكارثة